وليه التصميم ده وإيه اللي خلاك تاخد قرار بالتراجع عن الاستقالة؟ خلينا اتطفق بس إن أنا موضوع عن استقالتي الناس فسرتها بمعنايين يعني الموضوع كان فيه بعض الصبية إنه هم ابتدوا إنه هم يعني يتكلموا كلام أنا مش عباله علي ولا على أسرتي والمفترض إن الناس في مصر كلها بشبع 20 أو 30 واحد هم اللي يغيروا فكرة الناس عن محمد مصر دي كانت جزئية فالناس فاكرها إن أنا ماشي بالسبب ده ولكن ده ممكن يكون 5% ولكن 95% إن أنا كنت شايف إن أنا بأدف لوحدي وما فيش حدي بسعيد من برى النادي من برى النادي ولو حابب حديك إن أنا أمثل أمثلة في الموضوع ده ياريت حاولها لها بكل أمان ياريت تفضل طيب النادي المصري موجود فيه رئيس نادي محترم جدا كامل أبو علي على فكرة على اتصال بها يومي وعشر داري سأتكلمني أبن المجر أبنى أخش عليك وحاولك السبب والإسماعيل فأنت عمال حديك كنت تسرت الألعاب اللي عندك والألعاب الفردية والألعاب الجماعية والكورة والموظفين والعدويات خمسة خمسين ألف واحد وكده فأنت بتتكلم عن نادي المصري اللي عندهم من المشاكل القصر فأنت بتتحمل عب غير طبيعي أو مش عب غير طبيعي فعب إمالي وعندك مدخيل واضحة للناس كلها المدخيل دي إما اشتراكات إما عدوات جديدة بالتقسيد يا إما من الشركة المتحدة والبرزنتيش بتدخلك من دخيل خلص قراءة القطر وأنت من نادي الاتحاد مش من الأندية اللي بتبيع العيبة أنت بتشتري وتتحمل فلوس فأنت ممكن مثلا عدك مثال نادي الإسماعيلي النادي الإسماعيلي كلنا كنا شايفين منقفوا السنة اللي فاتت وأنا مش متخيل الدور من غير إسماعيل أو مصري أو الاتحاد مش متخيل الدور كده يعني مشوف الجدول شوفك الناس دي مش موجودة تبقى كارسة من الكوارس فلما تشوف الإسماعيلي في الموقف ده ويجي الإسماعيلي برضو يبيع العيبة علشان يعيش أخيرهم بها محمد حتى لو في شرط خلاص بس ممكن ما بحوش برضو أو ممكن انت راضي اه راضي ببعدك فممكن يقعد يعني مزبوط فأنت بتحلي مشكلة أنا ما عنديش مداخل لتحلي بقى مشكلة أنت تملي بتطلع من دم الحي فأنت برضو الناس بش حاسة بالكواليس بها السهلة مفهوم انت بتشتري العيب ما تشتري يا عم انت مالك بتطلعش ما تطلع ما تجيبك شوية جيبك يا عم ما تحتاجه تطلع ما تجيبك على طول اه فأنا سأقول لك ايه ده بيسلف النادي أنا ما بسلفش النادي انت بتدفع وخلاص بيلا رجع صح؟ بص يعني يا حضراتك لو حابب ترجع لعمين صندوق النادي أو مدير عام النادي دروادي مش هتكلم في فلوس اللي بتتدفع عشان انا ما بحبهاش عشان ده نادي الاتحاد مفهوم انا نادي الاتحاد ده بالنسبة لي شايفه في مقام معشق اه فعمر ما تتكلم عالحالة جمالية بينه وبالنادي الاتحاد انا مديرش كده ايو ايو ولا عمر انا اتكلم حاجة زي كده الساعة اللي تتفعه ما بيتحطش ميزانية لا لا يعني مش موجود في ميزانية اصلا لا لا هو مش تبرعات انا محرك ان انا بس الفكرة كلها هي طب الدنيا ماشي ازاي اه الناس ما سألش نفسها هي الدنيا ماشي ازاي الحل